يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات سفيان البقالي بطل بطولة ألعاب القوى البطولة العالمية للمرة التانية على التوالي في سباق 3000 متر موانع بعد اكتساحه السباق اللي كان فيه منافسة قوية جدا جدا مع الأسيوبي ومع الكيني تحية حب وتقدير لسفيان البقالي اللي دايما بيخلينا عندنا طموح بيخلينا عندنا فرحة بيخلينا مبسوطين بيخلينا سعداء سفيان البقالي أمل ألعاب القوى العربية والمغربية والأمازيغية في البطولات العالم السلام عليكم ورحمة الله كنا في انتظار هذا السباق منذ الأمس وأول أمس كنا بنتمنى ميدالية زهبية تانية على التوالي لنجمنا وبطلنا المحبوب سفيان البقالي وكان أد المسئولية وكان البقالي أد المسئولية وعلى قدر المسئولية وعلى قدر طموحات الشعب المغربي الشعب العربي الشعب الأمازيغي النهاردة البطل سفيان البقالي هذا البطل الذي أمامكم يشرفنا جميعا في بطولات العالم هذا البطل حصد على الميدالية الزهبية في بطولة العالم بأمريكا 2022 وها هو يكرر الإنجاز في بطولة العالم بالمجر بودابيس 2023 ويحصد الزهبية في سباق 3000 متر موانع أيضا سفيان البقالي هو بطل أولمبي وحصل على الميدالية الزهبية في أولمبيات توكيو سنة 2020 النهاردة أسطورة مغربية بتكتب اسمها بأحرف من نور في سجلات تاريخ ألعاب القوة بترفرف أعلام المغرب في المجر في بطولة العالم بفضل سفيان البقالي صحيح المشاركين يعني الآخرين في بعثة المغرب ما كانوش على قد المستوى وما قدروش يوصلوا لبعيد في السباقات ولكن سفيان البقالي بيفرحنا وبينسينا أي إخفاق وبينسينا أي منزلة أو أي مرتبة تكون ضعيفة في السباقات اللي حصلت قبل كده بيكمل إنجازات اللاعبين التاريخيين الكاروج وسعيد عويطة استطاع سفيان البقالي أن يرفع اسم المغرب واسمنا كلنا في أعلى بطولات العالم النهاردة شفنا دموع الفرح بعد الإنجاز الكبير من سفيان البقالي وشارك فرحة الانتصار مع مدربه كريم التلمساني اللي بنحييه ومنوجه له التحية بعد تتويجه بالزهبية لبطولة العام للعام التاني على التوالي لابد من تحية المدرب كريم التلمساني اللي بيعمل مجهود كبير مع سفيان البقالي لو سمعت شفت تصريحات سفيان البقالي تعرف قد إيه وشايل على عاطقه حلم وأمال وتطلعات كل الجماهير وعارف أن الناس كلها وثقة فيه وكل الناس عايزة ميدالية من سفيان البقالي وبالتالي المسئولية كانت كبيرة جدا عليه ولكن بصراحة طلع قد المسئولية مليون مبروك حصول بطلنا سفيان البقالي على ميدالية زهبية للعام التاني على التوالي في سباق 3000 متر موانع في بطولة ألعاب القوة المقامة حاليا في بودابيست بالمجر 2023 ألف تحية من قناتنا قناة كريم الهندوي لهذا البطل العالمي اللي بصراحة خلانا فرحانين النهاردة وخلي ليلتنا سعيدة النهاردة مليون مبروك يا سفيان مليون مبروك لإخواتنا في المغرب أتمنى دايما تعملونا لايك أعتقد الفرحة ترجمة نانسي قنقر